ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي زي ما قال سيادة السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم انه الاهلي سفير رائع للرياضة المصرية وقال سيادة السفير ما شاء الله ايه الالتزام والانضباط والمظهر الحضاري والترتيب الدقيق جدا بشكل يمثل مصر بجد هنا ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص كل الحرص على صورة وطنه في الخارج بيسهل الدور الدولوماسي وبيكملوا بره الحقيقة في كل مرة يذهب الاهلي تجد الاشادة بالطريقة دي تجد الاشادة بالاهلي بالطريقة دي زي ما كان في المغرب كان كمان في السودان ولكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله كيف يستقيم الظل والعود أعواجه لو جينا في الشمس وحطينا أي عود عدل لازم أن الظل بتاعه هيكون عدل فالبيت مقصود به إزاي أنت حاطت عود أعواج وعايز الظل بتاعه يكون عدل دي خلاصتها لكن قل لي وإحنا بنرتب لده أنت اخترت ده ليه التعبير ده العنوان والتعبير ده أنا استوحيته أنت بتكلمني من أنك أنت كنت عايز استعرض التجربة المغربية وروابط الأندية لما كنا هناك كنا حرصين نسأل عملته إيه عشان يحصل هذا التطور يعني التنظيم والإداري والعقابه وتفوق فني يعني أي وعندك حاجة هتشرحها لنا ضروري فرجعت أنا للحال بتاعنا كل يوم التاني مشكلة تدحك كل يوم التاني نروح لبابا الفيفا نسأل وسأل يقول لك يا ابني ما انت ده شأنك يا حبيبي ما قلنا لك يا ابني ارجع لجواباتنا يا سيدي عايز استخبى في أي قرار بسيط تنظيمي مش عارف تاخد قرار خايف من حاجات تنظيمية لو خدتها الناس هتسقاف لك يمكن تتهاجم شوية في الأول لكن لو رصخت النظام كله حيلتزم بيه احنا خايفين رصخ النظام الكرة وعندنا أستاذ ابراهيم النهاردة مشكلة زي بتاعت نادي زمالك ما انت لقيتهم من الأول ما كانش حد أخذ باله من أي حاجة وخلصنا هيمرزة كل المرات لكن انت حبيت تباين ان انت عايز تيمشي بين نظار وفجأة لقيت ان انت مش قد القرار ده بعدت للفيفة ليه بعدت للفيفة ده قرارة كنت عارف انت تدفع عنه ازاي ايه بعدت للفيفة كنت عايز نفسك الفيفة تقولك لا قايد ما قالت لكش قايد قالت لك ما انت عندك النظام ما تطبقه ما تخلفش قواعد نعمل اللي انت عايزه ثم تحيل الامر او يتم بتصريب الناس يحالي الامر الى لجنة الانضباط ليه دايما عايز تستخبف حد تاني ليه دايما قرارك عايز يكون من حد تاني فان ده الفكرة جات لي وانت بتكلمني قلت لك بيت الشارع عجبك خدت عنوى نعمل لك ايه ده كلام مهم جدا لكن المانت سعد لي بيشير الى التجربة المغربية والتجربة المغربية انا يمكن مستعرضها في مقالة في الاخبار النهاردة هقول له حضراتكو واحنا هناك عادنا معا كان معانا الصديق المصري عزيز عبد العظيم مدرب مصري محلل شغال في الكرة السودانية الكرة المغربية فبترتيبة عادتنا وهو المهندس عادلي مع السيد عبد السلام اقشور رئيس عصبة رابطة الاندية المحترفة او عصبة الاندية المغربية المحترفة انا شفت ان هي دي تجربة واحنا بنتكلم هنا على السبب او الظروف اللي المغرب وصلت فيها النهضة الكروية للمستوى ده ايه اللي خلكوا فجأة بقيته على السطح بالقوة الشديدة دي هي نقط كتيرة جدا لو احنا عايزين نتطور وعايزين نتغير وعايزين نحسن من وضع الكرة بتاعتنا لازم ان نبص للتجربة المغربية دي بتأمل شوية ومش عيب مش عيب ان احنا نشوف الناس اللي وصلت لدرجة ان منتخابها يبقى رابع العالم يلعب سيميفاينالكاس العالم وانه اطلع عدد كبير من النجوم الموهبين وانه كده تلاقي الاندية بتاعتها عندها هذا التفوق محدش يناطح الاهلي في نهائيات دور الابطال في السنين الاخيرة اكتر من الوداد ضيف دائم على الفاينال ده ليه اللي خلى الكرة المغربية فجأة تتطور وتستضيف كل الاحداث ديه محدش يناطح التفوق الافريقي وخصوصا في الشمال الافريقي وتحديدا في المغرب غير النادي الاهلي وكأن الاهلي يعمل في قاعة نظامية عازل نفسه عن كل ومش قادر العشوائية اللي حواليه وبيحاول والجميع يريد ان يجذبه الى الى حاجة غير نظامية فاحنا عايزين بس يا جماعة والله حتى النظام لا مش عادل واتطبق بعدل يعني يبعد المصفرة واحدة برضو حيبه مخبول